من أنواع السحر الطلاسم الطلاسم قد تكون كنوع من الحجابات لا تدري ما فيها وما يكون فيه على قسمين إما أن يكون مفهوما وإما أن لا يكون مفهوما فتحت الحجاب وجدت أن فيه أرقاما ومسدسات وأحرف غير مفهومة وكلمات بلغات أخرى إن حاولت قراءتها عجيزت عنها فاعلم أنه طلسم سحري النشي متعامل فيه بالسحر وفيه أسماء الشياطين ونداءات له وأسماء الكواكب والرموز لا تعرف فيها شيئا فهذا سحر القسم الثاني من أنواع الحجاب أن يكون فيها نوع من القرآن يعني أعطاك حجاب فيه آية الكرسي تقرأ واضحة آية الكرسي أعطاك حجاب فيه المعاوذات هذه اختلف فيها السلف بعض السلف أجازها وبعض السلف كرهها فهي أخف من الأولى ولعل القول إلى جواز أقرب بشرط أن لا يدخل الإنسان أن لا يدخل الإنسان معه شيء منها إلى الخلاء ما تكون متع الحمام ما تكون ممتهر مثلا إذا أرد أن يقرب زوجته وحتطع كتفه أو حططع رأبته فالعاصر إذا كان المعلق شيء من القرآن أن ينزه القرآن عن هذه الأمور إذن القسم الأول أو النوع الأول الطلاسم النوع الثاني من أنواع السحر الآن منتشر بشدة موضوع التنجيم موضوع الأبراج والمنجمين تعاليهم علم النجوم أيضا قسماني قسم جائز خلقت النجوم لثلاث أمور زينا للسماء ورجوما للشياطين رب العالمين قال إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقل الثالث علامات يهتدى بها من بحر أو بالصحة سابقا مثل في خرايط تعالي أنت والله المشتري معناته على الشمال أو على الجنوب والدب القطبي معناته أن هذا الاتجاه فتتعلم العلامات بالنجوم الآن هذا العلم نوعان نوع والله تعالي أنت إذا اقترب هذا الكوب من الأرض فمعناه أنه سيحصل هناك قحر فمعناه أنه سيحصل هناك زلزال لتغير المناخ هذا جائز أما أن يدخل إلى عالم الإنسان الشخص يعني مثلا بتلاقي اتصال تم الاتصال بفلانة العرافة والله أنا بدي أعرف شو مستقبلي فتسأل اسمك شو؟ اسم إمك شو؟ بأي مواليد بأي منطقة تضرب كل حرف يرمز إلى رقن تضرباً ببعض بيطلع عندك أنه أنت من برج الطور من برج التيس من برج العقرب من برج الحوت بناءً على الأرقام وعلى الأبراج وعلم النجوم وهذا علم من العلوم تعلمناه وعنده كتب ودفاتر ها المواضيع انت منحوس هالشهر هذا إيش؟ نوع من الكهنة الدعاء الغيب ونوع آخر فيه تعاون مع الشياطين فيه نوع من أنواع السحر وقل ربنا وناس كثيرون طلع هيك خطر واحدة وماشي هو بسم الله ما شاء الله أخلاقه وكذا بس عرف أنه هي من برج العقرب وأنه هو من برج الجبل وسأل العرافة قال لا أنت هي هوائي وانت مائي فما بتتفقوا مع بعض فكسناها هذا تحول من عبد الله لعبد النجوم عبد الكواكد شرك مهر النوع الرابع من هذه الأنواع هو ضرب الرمل أو ضرب الودع المعروف بالضرب الودع وقراءة الكفر وقراءة الفنجان هذا ولو كان هذا يقسم إلى داء الأقسان قسم منه ادعاء للغيب عرافة كفر إن صدقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أتى عرافة أو كاهلا فقد كفر بما أنزل على محمد اثنين إن لم تصدقه لم تقبل لك صلاة أربعين يوما طيب أنا عب أمزح كما شت الفنجان هيك حتى المزح بهذا الأمر لا يجوز كما شتله إيده وقع بقراءة الأخطوط والله أنت في أكلت فايد فايد بالحياة والله ليك الحياة اللي قدامي يا والله هتقعد عشي أسموه أنت شوه أنا بطلعت من إيدك عب أمزح وأنا عب أتشبه بالسحر النوع الرابع أو النوع الخالس والأخير حتى الآن يوطل عليكم يلي هو معروف بخفة اليد وهذا منتشر بكثرة وحتى ألعاب خفة اليد الآن بتفتح على المحلات تشتري كذا نوع من خفة اليد معروف إما بأوراق الشدة بطلع لك مثلا بأوراق الشدة بطلع لك القلب اللي أنت بالدكية بيأخذ بفرطوع مريع بطلع لك نفس القلب أو بغيره أو مثلا بيقرب لك من إيده بطلع فجأة حمالة أو مثلا من وردينتك بطلع لك خمسمائة ومعروفة هذه الألعاب الخفة الألعاب الخفة هي نفس السحر الذي تعطاه سحر فرعون سحر فرعون سحرهم ما كان بالتعاون مع الشياطين سحرهم كان الألعاب خفة بمعنى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم منقول فلما ألقوا سحروا حاعيون الناس واسترهؤهم وجاءوا بسحر عظيم ما هو السحر؟ على العصي والحبال التي عندهم ماذا يضعون؟ زعبة ميزان حرارة ماذا بقلبه؟ زعبة لما تضعوا بطمك الحرارة تجعله أنه يمشي فهن دهنوا على العصي وعلى الحبال من الزعبة واختاروا موعد الضحى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ووقت الضحى ووقت طاعة الشمس فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم منقول عنده الحبال وعصي قد دهنت بالزعبة رموها على الأرض والأرض حامية لما رميت على الأرض تحركت ومشيت فسحروا أعين الناس واسترهبوهم ولذلك يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى هذا أيش خفة يد؟ ولذلك جزم النووي رحمه الله بحرمة تعامل بخفة اليد طبعا اللعب بخفة اليد لا يصل إلى الكفر ولكنه معصية وكبيرا من الكبابة لأن الصغار والنساء واللي ما عنده خلفية يظن أن عندك قدرات خارقة للعالم بخفة اليد وأنك تستطيع أن تفعل أشياء تهد في أشياء وتفعل وهذا كله أيضا من خفة اليد فهو الأصل به تحريمه وأن لا نعلم أولادنا هذه الأشياء هذه بعض أنواع السهر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فيكوز المستغفرين استغفر الله شكرا